وجهك حالته مخليتي مدرتي الماسك اللي طبقتيه لبشرة ديالك مكيعتكش نتيجة عندك مسامات عندك كلف جديد او قديم ديال الولادة عندك تسبغات بقع داكينا حب شباب اتر الشمس حروق دياله سواد حول الفم مسامات واسعة نقاط سوداء تجاعيد احتحت العين الجبهة الرقبة هالات سوداء معلك اختيب هاد الكود كور ديالي لما كان استغناش عليها انا و الام ديالي هدية لكم يأحلى واغلى متساعدة التبعات بجرة واحدة فقط من اول استعمال غتشوفي الفرق في الوجه ديالك فالا كنتي مهتمة خليك معي ان شاء الله الاخر لفيديو بشوف ان شاء الله مكونات الوصفة وطريقة تطبيق سهلا من الغاليات على قلبي شخبركم لبس عليكم كانت من ان شاء الله تكونوا بخميرين وعلى خير ان شاء الله لك تشوف الفيديو ديالي لأول مرة ديالي اختيك واحد لايك ديك بسمالي كانت تحتمل الفيديو واشتركي في القناة باش تنضمي ان شاء الله العائلة ديالنا وفعلي دك الجرس باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناة يبصلك انت يلولا بإذن الله بدو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه واسحابي اجمعين بدو ان شاء الله في الوصفة ديالنا غدي نحتاجه ثلاثات المعالق لي غدي يكونوا كبار من الروس اي نوعية ديال الروس الابياد او الاسفر ليش نشوي مشكلة عندك موجود ديالك تاني مكون غدي نحتاجه الفول الفول الي كيكون جاف في اي بلد ما شاء الله موكونات موجودة فهت المكونات هدوense ماشاء الله عندكم وما عرفيش بالقيمة ديالوا المكونات ثالث غدي نحتاجه ان شاء الله العدس اي نوعية دي العدسة عندكم هاد العدسة هادا او العدسة الاحمر ممكن انكم تدير واحد من هاد الزوجة هادو اللي بغيتو غناخدو ثلاثات المعالق من كل مكوين المكوين الموالي الحمص غناخد منو ثلاثات المعالق ثلاثات المعالق من الروس ثلاثات المعالق من الفول ثلاثات المعالق من العدس وثلاثات المعالق من الحمص وثلاثات المعالقة ان شاء الله من اللوبيا البيضاء هاد المكونات يا لبنات اش غادي نقول لكم مكوين كين سكف مكوين فيتامينات معادين مضادة الاكسادة دهون احادية مضادة الميكروبات فيتامينات اشي حاجة ديال واو ما شاء الله من بعد ان شاء الله المكوين الموالي اللي غادي نحتاجه غادي نحتاج ثلاثات المعالقة اللي غادي يكونوا كبار من القزبر الجاف القزبر الجاف هي البنات ذهب بالنسبة للبشرة والبنات اللي كيعاني ومنحب شباب والاثار ديالو وعر الواحد درجة اللي كبيرة 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 ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص غادي نشارك معكم وصفات خاصة للبشرة الدهنية والجافون مختلطة بهاد المكوين هادا المكوين المواني هو الحلبة غادي ناخد منها ثلاثات المعالقة الحلبة لبنات من الاحسن ديالو الحلبة البلدية اللي كيكون فيها النقاء بزاف اللي كتبقي تنقي فيها ديالو الحلبة البلدية كتكون صغيرة من الاحسن هديك هي الحلبة الحلبة لبنات راه تذهب فرا كتفتح البشرة كتنقي البشرة كتعتاها واحد نعومة خاصة تجائيد للكلف هاد الوصفة هادي من اروع الوصفات انا بقدر البناس ما كان استغناش عليها راني دي جا كنت شاركت معاكم بحل شكل ديالها وعندي وحد القريعة قداش نهية يعني بناس انا ما كان استغناش ما كان استغناش على هاد المكونات غادي ناخدهم ما غادي نحمصهم متى شي حاجة غاست اخديهم وغادي تطحنهم في مولينيكس مزيان وغادي تغرب ليهم غادي تحصل على بودرة بهات شكل هذا كيف ما كتشوفه هاد البودرة البنات كيبيعوا هاد بفتاعة ونيات والجامعيات فانا كوشي صوبته قدام عينيكم دابا هاد البودرة هاد را كي يبيعوها الناس كديرينها في مشاريع صغيرة يعني تقدرو حتى انتو ما تخدموا بها وديرو هاكا مشروع مربح من بعد من نضحنا المكونات ديالنا بزيان وخليناهم هاكا على شكل بودرة عشانو غادي نضيف غادي نضيف تلاسات المعالق ديال الكركم الاصلي الكركم البنات غادي تمشي وعند العطار اللي كتاخده من عنده اللي عارفينو هاكا ثيقة غا تاخدي من عنده وغادي تحنيه ما تاخديش هادا كليم تحون خودي تحنيه قدامك وغادي تخلطيه ان شاء الله مع المكونات وغادي تحتفضي بيهم في واحد القرية ديال الزاج وغادي تحتفضي بيهم في المجمد في المجمد قرية ديال الزاج او القرية ديال البلاستيك اللي كيكون غدائي معقمة بطبيعة الحال وغادي تحتفضي بيها في المجمد ما غادي تجمد متى شي حاجة غا تبقى معاكم بودرة غادي تنفعكم في حروق الشمس في الكلف في السواد في تسبغات في جميع انواع المشاكل ديال البشرة اي مشكلة عندك في البشرة وشاركيها مع اي بنت تشوفيها عند مشكل في البشرة عند بقى عند السواد عند السبغات في سبيل الله اي حاجة تشاركيها غد تاخذ فيها واحد الاجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى مهم بنسبة الوصفة دينا غد ناخد منها غد ناخد واحد جوج معالق ديال البودرة دينا والباقي غد نحتافظ به كيف موقت لكم في المجمد من بعد غد نجيب ان شاء الله بيضة انا غد نستعمل بيضة كاملة ممكن انكم تستعملوا غي سفار بيضة فانا ما بغيتش نضيع البيض قلت ندير بيضة كاملة من الاحسن نديرو بيضة بالدياء او بيض السمان ولا ما عندكمش قاعد من هاد شي كامل ديري بيضة عادية فكل شي ماشاء الله مفيد للبشرة وغد نخلط ان شاء الله المكونات ديالي مزيان مزيان اهم حاجة في الماسك هنا يا طريقة الخلط هاد الماسك هادك يتبع باتمينة خيالية ويدروه لكم في اكبر مراكز تجميل باتمينة اللي ما نقولش لكم يعنو دابا ولو مراكز خاصة بالماسكات الطبيئية كل حاجة اللي كتتعلق بشي حاجة طبيئية كي يصيبوها لك في هاد المراكز ديال التجميل فهذا اللي بنات راه عشرين في واحد اي مشكل ماشي بالضرورة الى ما عندكش مشكل مثلا في البشرة ديالك الا ما تديريش بالعكس كتفيدي البشرة ديالك وكتستافد وكتنفع من هاد الفيتامينات كاملة وهاد المعادين هاد الحوجات الطبيئية اللي غادي تفيد لك البشرة من اعماق جدور ديالها فشغلو نقول لكم ابدا انا بداك انا هحمق على هاد الماسك هذا لانو كي جيني جاهز فبالنسبة الطريقة الا ما بغيتوش تديرو البيض ممكن انكم تخلطوه مثلا بياغورط طبيعي يكون هكف يكون بارد بغيتو تخلطوه بالمورد بغيتو تديرو ماء الروز او ماء الخيار او ماء التماطم او ماء البطاطس مهم لكم الاختيار حليب الكوكو شا حاجة ديال طب طب الى درشوها مع حليب الكوكو وعر وعر سافي غادي ندزول طريقة تطبيق راكم كات شوفوني كانت طبق الماسك فوجيه مهم البشرة ديالك تكون قية ما تكون دير حتى شي حاجة في البشرة ديالك تكون قية مزيان وغادي تطبقي ان شاء الله الماسك على البشرة ديالك واهم حاجة في طريقة الاستعمال دياله اللي غا نشارك معاكم ده بفلا فيديو غادي تطبقي على اي بلاسة عندك فيها اي مشكيل وما تنسوش اليدين ديالكم اللي جد جد مهمين كي ياكلوا الدق الاغلبية كينساول يدين منهم منهم انا كنت كندير الماسكات في الوجه ديالي وفي عنقي وكنسا يدية كنت بزاف ولكن ما بقيتش ما بقيتش كندير هاد الخطأ هادا اي ماسك كنت بقول وجهي كنديرو اليد ديالك باش يكون هكا واحد اللي كيكون موحد ما بي البشرة ديالك وما بي اليد ديالك وما بي الجسم ديالك صار في غادي نحط الماسك وغادي نخليه تقريبا ما وصلاش خمسة دقيق وغادي نجي ندير حركات دائرية ما يكونش ما ينشفش معاكم فاش كتقيسي الماسك كتلقيه بقي مازالة طريف البشرة ديالك كتجي وكتديري حركات دائرية بهات الشكل هادا في نفس الوقت غادي نستعمله كمقشر للبشرة ديالنا راهاش شغل نقول لكم البنات بغيتكم تجربوه وبغيتكم تصيبوه وتحتفظو به ويكون عندكم كاروتين لدائما حتى السيدات الحوامل هاد الماسك هادا خذتكم تبدوه من الشهور الاولى من الشهور الاولى تبقى يديري هاد الماسك هادا ما عنده فاش يدرك نهائيا على ودلي بيبي ولا شي حاجة ما تخافي متاشي حاجة هاكي كتحافظي على البشرة ديالك من الكلف من تسبغات من بوقع لانه اي حاجة سبحان الله كتبالينا على الوجه ديالنا اي حاجة عندك داقلية كتباليك في الوجه ديالنا ونحاولو انا نشربو الماء نحاولو انا نبدلو النظام الغذائي ديالنا مهم من بعد مني غدي ندير حركات دائرية غدي نخليها في البشرة ديالي غدي نخليه تقريبا حتى يجف مزيان من بعد غدي نجي ندير البريم غدي نبرم وجههم زيان بات شكل هادا نبرم بنستبل البشرة الحساسة بلا ما تبرمي اختي وجهك غدي تمشيني شان تغسلي لوجه ديالك بالماء اللي غدي يكون دافي ومن بعد ضد دلي المبارد باذن الله و البنات اللي البشرة ديالهم معادية ما عندهم شي مشكل مع تبرى متك في البشرة ديالهря غدي تديرو هادره reconườngوني وغدي تززي وجهك في المراية غدي تشوفي واحد الفرق اللي ما شاء الله ما شاء الله في البشرة ديالك سوف تشوفي وجهك سوف يدعي معي دعيوه ديال الخير وانا متأكدة كيف ما كتشوفوا البنات صافين بعد مني غدي تغسلي وجه ديالك بالمدافين بعد ديالي المبارد ان شاء الله ولا عندك شي مكعبة ديال الترج غدي نجيو الترطيب فانا البنات حاليا كيف ما كعرفتوني كندير هال الكريم ديال سيغافي كنرطب به الوجه ديالي دبعا او بنسبة البنات اللي كيسولوني شنو الواقي الشمس اللي كتدري البشرة ديالك مهم هدا هو دبا اللي حاليا بديت فيه ديال سانسيليس اللي بزاف كيهدروا لي مويمانا كنجرب فيه دبا باش مما كان غدي نعطيكم الرأي ديالي فيه بلاك دوب لتشي حاجة لانو هدا شريع انا بفلوسي ما ديرا كولا بوغا شما اشهار ما تشي حاجة انا اي حاجة كناخدها بفلوسي انا ما كندير اشهار تشي حاجة الحاجة اللي كنكون متأكدة منه هاد الموضوع هذا غدي ندر لكم عليه فيديو لانو كلقى بزاف ديال الحويج ان شاء الله غدي شارك غدي ندر لكم عليها بزاف بزاف مهم ما تنسوش البنات واقي الشمس اللي ضروري ومهم مهم 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 فضل مرحلة هادي الى تبقتوا هاد الوصفة هادي بنهار من بعد من يتقصلي وجهك غدي تديري كريم مرتب من بعد هدي تديري واقي الشمس ديالك اللي كي يوالم البشرة ديالك سواء دهنية او مختلطة او جافة دائما تمشي على حسب النوعية ديال البشرة ديالك وما نديرش واحد الكمية اللي كتكون قليلة ندير واحد الكمية اللي وفيرة على البشرة ديالي كاللقى بزاف ديال اللي بناتك يطبقوا الواقي الشمس بطريقة خطأ بالعكس خصك تديري واحد الكمية اللي كبيرة ماتسقرميش على اللي كخون تقولي انا شاريها مثلا غالية ولا هادي اللي غندي رغي واحد شوية باش تبقالية واحد المدة را هكا 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 تدري البشرة ديالك يعني را ما كتحميرها سكلا من الشمس لا من والو يعني غاتت عاتت حطيه وصافي خصك تديري واحد الكمية اللي كبيرة باش كتدخل في اعماق البشرة باش كتدخل في اعماق البشرة غادي من بعد تديرو شي زيت ديال ارغان ولا زيت اللوز الحلو ولا زيت الورد او زيت البدور العنب مهم لكم الختيار وفي الصباح تتصلي لوجه ديالك وصافي البنات تنكون وصلنا الاخر مرحلة ما اسخيش بيكم الله يحفظكم ليه ويخليكم ليه ما تبخلوش عليا بناس بلايكات ديالكم قبل ما تكملي لفيديو او بطي ونزلي دري لاختك ديك اللايك ديك البسمة واشتركي في القناة ترا انا كنشوفك انا كنشوفك شتركي يلا شتركي لالاختكم ليه يا احلى واغلى متتبئات لو بغيتوا تواصلوا معي دخلوا عندي الانستغرام ديالي مرحبا بكم والف مرحبا بكم مرحبا بتساؤلاتكم مرحبا باي حاجة جات من عندكم يا احلى واغلى متتبئات وصافي البنات نكون وصلنا الاخر مرحلة غادي نقول لكم ان شاء الله في وصفة جديدة من اقتراحكم وفيديو الجاي بإذن الله